حياكم الله مشاهدين الكرام متابعي قناة اليام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصير فقرة فيس تو فيس خليكم ويانا لحد يروح بعيد أهلا بكم مجدد المشاهدين الكرام في حلقة جديدة وفقرة فيس تو فيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم وأخيرا أزدل الستار على بطولة كأس الخليج في البصرة بعد أيام من قامت البطولة في البصرة وكللت بالنجاح وبالنهاية منتخبنا الوطني فاز بالبطولة ونال لقبها بعد سنوات من عدم إحراز اللقب منتخبنا الوطني تمكن من حصد لقب البطولة في البصرة البصرة اللي عكست الصورة المشرفة والجميلة اللي هي دايدن الشعب العراقي للعالم العربي أجمع حتى الدول الأجنبية اللي إجوي من مراسلين وصحفين وحتى الناس اللي إجبتي تشاهد البطولة أو تغطي وقاعها البطولة البصرة كانت قبلة لكل العالم العربي في العراق الكرم والضيافة وقاعها من الأمور ما نتكلم بيها لأنه كانت حديث الناس لأيام وأيام على مدار عشرين يوم أو أكثر استمرت البصرة والعراق بضرب أروح الأمثلة للكرم والضيافة والأخوة والمحبة والترحاب اللي صار للضيوف من كل الدول وأخيرا منتخبنا الوطني نالق بالبطولة بقيادة المدرب الإسباني كأساس واللاعبين اللي كانت لهم بصمة بالمنتخب الوطني أيام عشناها بالبطولة وكانت أيام جميلة لا تمحى من الذاكرة منتخبنا الوطني كان هو تقريبا من أفضل المنتخبات في البطولة لأنه كان بلاعبين مميزين ومحترفين وحتى لاعبين محليين الجمهور العراقي الجمهور كانت إلى بصمة كبيرة جدا الجمهور هو السبب بإنجاح البطولة الجمهور العراقي هو الجمهور البصري كانوا هم السبب في إنجاح البطولة بطولة الخليج لسنوات اختفت إعلاميا اختفت البطولة ما عادت إلها هاي الروح أو هاي الأضواء اللي كانت في بطولة الخليج خليجي 25 في البصرة أعاد الحياة لهذه البطولة البصرة والعراق أعادوا الروح لهذه البطولة أبهرت العالم أبهرت الحضور هذا هو العراق العراق اللي كل ما يوقع بمآسي كل ما تمر عليها ظروف قاسية وصعبة يرجع من جديد ويضرب أروع الأمثلة للدول اللي تجي للعراق الحمد لله وشكر منتخبنا كان على قدر المسؤولية واستطاع من إحراز لقب البطولة طبعاً هواية أمور صارت إيجابية هواية أمور مفرحة صارت وبالمناسبة الاتحاد العراقي هو شكر رئيس مجلس الوزراء ولكن أنا أحب أن أشكر بشكر شخصي لأنه كان رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشاعر السوداني كانت إلى بصمة واضحة وذلل كل الصعوبات اللي يواجهها الاتحاد العراقي مباشرةً أي موضوع يصير كابتاً عدنان درجال يتصل دايركت برئيس الوزراء ويذلل جميع الصعوبات وأيضاً وزارة الشباب والرياضة مشكورين والاتحاد العراقي وكل الجهات المعنية اللي ساهمت في إنجاح البطولة البعض يقول نعم صارت أكوسلبيات نعم صارت أكوسلبيات أول بطولة ما صار أنه لاي مستضيفين بطولة بهذا الحجم نعم أكوسلبيات وتلافعناها ورح نتلافها بالمستقبل ولكن أكرر الجمهور العراقي الجمهور البصري اللي كان إلى كلمة لجميع الدول اللي يجدتي لقوا ترحاب كبير جداً أبو القهوة ما يقبل يأخذ منهم أبو الشاي ما يقبل يأخذ منهم أبو المطعم وشفنا الصور والفيديوهات والناس اللي تحتي عن الكرم وهذا ربع من اللي صار وربع من اللي شوفوه في الزيارات في الزيارة الأربعين خير مثال سفرة ممدودة من بغداد إلى كربلاء من البصرة إلى كربلاء هذا الكرم والضياف اللي شافوه هذا ربع من اللي موجود في الزيارة الأربعينية على سبيل المثال وهذا جزء من الكرم الحسيني ولولا الكرم الحسيني والزيارة والناس اللي اللي تتوب واللي تسوي واللي الغالي والنفيس زين؟ هذا هو ربع من اللي شوفتوه بالبصرة هو موجود بالزيارة الأربعينية وكنا تعلمنا من الزيارة الأربعينية ومن المواكب الحسينية شلون نعذب الضيوفنا ونكرم ضيوفنا هاي الشغلات أنا شخصيا عشتها زين فلازم واحد يحكي بيها للناس ولازم يبينها البصرة كانت قبلة لجميع الدول اللي أجدتي لذلك العراق والبصرة أروع الأمثلة مثل ما قلت بربوها للدول العربية الحمد لله والشكر نجحت البطولة بنسبة نجاح جيدة جدا بشهادة رئيس الاتحاد الخليجي وأيضا الاتحاد العراق وكل الاتحادات المشاركة قالوا أن البطولة نجحة صارت أخطاء صارت سلبيات إن شاء الله بالمستقبل يتم تلافي كل هاي السلبيات المنتخب الوطني بعد ما نالق بالبطولة كرم من جهات عديدة كرم من جهات بالبلد بالبصرة في بغداد في كل المحافظات تم تكريم المنتخب العراقي ولكن اليوم كان إلى تكريم خاص ومعنوي ومادي أيضا كبير جدا المنتخب العراقي اليوم كان في هيئة الحجز الشعبي تم تكريم المنتخب العراقي والكادر جميع الكادر من قبل هيئة الحجز الشعبي الحجز الشعبي اللي يحافظ على سلامة العراقيين وأمن وأمان البلد واللي دائما ما نشوفه بالساتر ويحمي البلد كان إلى كلمة وتكريم للمنتخب الوطني على المجهود اللي يبذله حجز الشعبي اليوم كرموا المنتخب الوطني قبل قليل طبعا كانوا في هيئة الحجز الشعبي وتم تكريمهم بمبلغ 10 مليون دينار عراقي لكل لاعب وأيضا تم تكريم الكادر التدريبي والإعلامي والإداري وهذه الصور والفيديوهات من تكريم المنتخب في هيئة الحجز الشعبي اللي كانوا مثل ما قلت قبل قليل في هيئة الحجز الشعبي وتم تكريمهم شكرا للاعبين الأبطال شكرا للكادر التدريبي شكرا للكادر الإداري شكراً للوفد الإعلامي اللي رافق المنتخب وأيضاً بالاتحاد العراقي والوفود الإعلامية من كل القنوات والمحطات المحلية والعربية شكراً لكم جميعاً ولكل من ساهم في إنجاح هذا العرس الكروي في البصرة وكرر شكري لأهل البصرة أهلنا وناسنا الطيبين اللي استضافونا على مدار 20 إلى 25 يوم بطيب وكرم وحطاوة وهلو مرحبة وفعلاً عين غطاء وعين فراش كانت شكراً لأهل البصرة وشكراً لبلد العراق اللي كانت إلى كلمة كبيرة هذا هو العراق منصار ودار هذا هو العراق كل الناس يجي للعراق ترتاح نفسياً العراق بلد الكرم والضيافة وإن شاء الله يعمل الأمن والأمان على رضوع عراقنا الحبيب هذه كانت مقدمة بسيطة لطولة الخليج وأيضاً تكريمات منتخبنا الوطني الآن مشاهدين الكرام حلقتنا راح نشوف المواضيع اللي عندنا والترندات اللي عندنا وشنو من أحداث صارت هذا الأسبوع باحتبار إحنا صارنا فترة ما نسول فين وما طالعين ونسولف بالأحداث موضوعنا الأول والحدث اللي صار هذه الفترة خلنا سولفوا إياكم بهذا الموضوع مدير مدرسة مدير مدرسة في بغداد تحديداً المدرسة حسب ما أعرفه تاني هي بمنطقة الغزالية والمدرسة أعتقد اسمها الحديبية هي تشي ودير مدرسة أشهر سلاحة في في الاصطفاف في المدرسة قدام الطلاب ويتفاخر أشهر سلاحة وقام يتفاخر هذا الشي إحنا دائماً طب هاي السنة ما شاء الله يعني برنامجنا إذا نحاوله برنامج للتربية والتعليم نكون أفضل كل المواضيع صارت كل الترندات اللي جاي نتناولها تخص التربية التربية وزارة التربية المدارس لو شغلة إيجابية لو شغلة سلبية لو مدرس ضارب لطالب لو مدرس مكافئ طالب لو حادثة تصير يعني الموضوع زاد عن حد ولكن تنفتح تحقيق بحق هذا المدير مدير المدرسة زين وعايش اللحظة يعني أنا من شفت الصور عايش الجومة المراد على مدار يعني لابس لكوت مدربالطة وشال السلاح شنو شنو جاي يسوي انت يعني شنو زين زين هذا السلاح انت وقع من ميدة قدامك عشرات الطلاب مئات الطلاب بالاستفاف قدامك انت شنو جاي تتفاخر بهذا الموضوع تم فتح تحقيق بهذا الموضوع وأتمنى ينال جزاء العادل أول شي هذا بعد ما يصلح من يكون في السلك التربوي لا مدرس لا معلم لا مدير ولا حتى معاون هذا حتى فراش بالمدرسة المفروض ما نخلي لانه هذا الموضوع هو احنا نتعلم من المدرسين من المعلمين التربية والتعليم التربية قبل التعليم وزارة التربية والتعليم التربية قبل التعليم مفروض احنا نربي أجيال على الحب على السلام على العمل على المهنية مو على الحرب مو على المسدس مو على الأسلحة النارية خلنشوفوا الموضوع التفاصيل وماذا كانت ردود أفعال الناس في السوشيال ميديا مثل ما تشوفون لابس لبالطة ومدر قبوط وشايل إسلاحة ويرمي ماذا انت جايت حيث ما أعرف يعني شنو اللي جايت تشعر به بهذه اللحظة أنا أتمنى عرفه بصراحة اللي جايت تشعر بهذه اللحظة فنشوف التعليقات ماذا كانت يقول أو تقول سدد مع الأسف إذا الكلام صحيح هذا التصرف غير مهني ولا حضاري التدريس هي التربية الصحيحة كيف يتعامل مع الأسلحة في مكان التدريس لهذا الشخص يعمل في الدولة المتقدمة تسحب الشهادة منه ولا يمكن التدريس بعدها تسحب الشهادة منه هذه أكبر عقوبة للمدرس لأن تعب الدراسة 16 أو 18 سنة ذهبت إلى الصفر محمد يقول مدير مدرسة الحديبية في منطقة الغزالية ضمن قاطع تربية الكرخ الأولى فاعل خير هذا دل لكن بالعنوان أعتقد هو انفتح تحقيقه ولازم يتعاقب مدير مدرسة الحديبية في منطقة الغزالية ضمن قاطع تربية الكرخ الأولى وبالمناسبة وصلتني أخبار على أساس أنه تمت إقالته من قبل وزارة التربية هذا الخبر المفرح هسنا سنكمل البرنامج بضحكة ليس بس يأكو أخبار وأكو ترندات وحداث سد النفس بس الحمد لله وشكر تمت إقالته هو هذا المفروض يصير خطأت تحمل خطأك الأطفال والطلاق ما يصير تشهر السلاح أمامهم وأيضا حتى ما يتكرر الخطأ بالمستقبل منع من العقاب أساء الأدب لازم يتعاقب حتى يصير عبرة في منعتبه يقول سعد وادي العاصل عن بكي يقول لابد أن يحال إلى القضاء لينال جزائه العادل مدير مدرسة ومستهتر عوض ما يعلم الطلبة على احترام القانون يطلع هو خارق للقانون بس حسب ما جان الخبر أنه تم تقالته بشار يقول قفل المعلم وبده التبجيلة كأدى المعلم أن يكونه مراد عالم دار هو صدق البالطة ماته مراد عالم دار حمزة يقول طبعا كل واحد يشيل السلاح أو يرمي هذه هذا عنده ضعف بالشخصية وانئ التفق بشدة ويا حمزة أي واحد يتفاخر بالسلاح هذا عنده ضعف بالشخصية هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس توفيس حيث مدير المدرسة اللي تمت قالته حسب ما وصلتنا آخر الأخبار اللي أشهر السلاح في وسط المدرسة أمام الطلاب هس هس حسلك هس سرتاحة انت همشي هس سرتاحة هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس توفيس أما موضوعنا الثاني هو موضوع مهم جدا أيضا لازم نتحدث به موضوع المخدرات اللي دائما ما تنهش بشباب البلد ومرهقين البلد هذا الموضوع دائما ما نتحدث به ونطلب من الجهات المعنية أن نلقاء القبض على الفاعلين اللي تاجروا وعلي يتعاطي خبرنا يقول خلال شهرين وزارة الداخلية ألقت القبض على 3882 متهما بتعاطي وتجارة الممنوعات في العراق خبر حلو أنا أفرح ما يخالف ولا عدد يقهرك يقول لك يعني شوف ايش قدك وشباب ايش قدك وناس خارج عن القانون ولكن الخبر مفرح القبض على 3882 متهما بتعاطي وتجارة المخدرات هذا موضوع مهم جدا اليوم احنا في مرحلة لازم انصحح البلد انصحح مفاهيم الناس اليوم المجتمعات لازم تعرف أنه كل مجتمع في العراق كل مجتمع كل فئة معينة لازم تعرف أن القانون هو السائد القانون هو السائد في البلد تعاطي وتاجر بالمخدرات لا انت اكو قانون يردع هذه الأمور والحمد لله والشكر جاي نشوف في بداية تشكيل هذه الحكومة اكو شغلات الحمد لله صارت تستجيب الها الدولة القانون بدأ ياخذ مجرات اليوم اللي يتعاطى المخدرات هذا هو 3882 متهم راحوا اودعوا بالسجون وراح يتحاكمون مدير مدرسة رمهسة مثل ما شفته او حتى اشهر السلاح لمجرد اشهر السلاح تم تقالته واتمنى ان فتحوا لا تحقيقوا ينسجنهم ياخذ له 6 شهر 5 شهر القانون لازم يكون هو السائد في البلد خلنشوف الموضوع تفاصيله ايضا ردود افعال الناس ماذا كانت خلال شهرين الداخلية القبض على 3882 متهما بتعاطي وتجارة الممنوعات في العراق هستستجن احلالكم هستملكم هستجن التعليقات ماذا كانت ثامان يقول عمل ممتاز واعتقد ان الواقع يضم عدد اكبر نعم انا هم اعتقد هذا الموضوع اما ضياع السنين ليش ضاعت السنين السنين ليش ضاعت منك او منك ضياع السنين ايا باق والله اسم ضياع السنين سنين ليش يعني كم سنة ضاعت يعني حسنا انا ما عرف انك يبيني له ولد كم سنة ضاعت يا ضياع السنين ضياع السنين والله اسم زين ذولة اللي يشتغلون بالمخدرات هاي ليش يتكاتب بالمخدرات الاليف وين هي بالمخدرات خليه بالمخدرات ما جاي يشوفون اقرانهم جاي يلزموهم بالجملة هيش بدون اليف ما شاء الله بالجملة وماكو شي مخفى على الدولة حتى على الدولة تنستافع ترى هو اليف خلي علي فنالي 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 ليش ما يتوقفون عن هذا الدرب بالفعل انا هم ما تسائل مثلك او مثلك يا ضياع السنين ليش ما يوقفون من يشوفون اقرانهم جاي يلزمون وينحكمون هذا الست سنين وهذا السنة وهذا الاربع طعس سنة ليش ما جاي تتعظ انتش قد تريد تشتغل بالممنوعات بالبلد سنة سنتين تلافة مصيرك هو السجن كان من تكون فانت ليش ما تتعظ انا هم تسائل هذا السؤال امير يقول الوباء السائد الوباء المنتشر الوباء المتفشي بين افراد المجتمع واكثرهم مراهقين والسبب عدم المتابعة وتوعية المراهقين والبطالة وكثير من الامور انا اتفق اياك بهذا الموضوع ايضا اكو لينا لينا تقول مشكورة جهودهم المفروض يحيلوهم مراكز علاج من الادمان هذا طبعا هذا موضوع مهم ايضا وعدنا الحمد لله وشكر مراكز للعلاج من الادمان واعتقد زميلنا عباس سوى حلقة كاملة على هذا الموضوع زميلنا عباس القريشي حلقة كاملة على هذا الموضوع موضوع انه اكو مراكز لعلاج الادمان ظهر في برنامج في الظل حلقة كاملة عن هذا الموضوع وشرح وحتى استضاف مدمنين ايضا والحمد لله والشكر تعافوا ورجعوا لحياتهم الطبيعية والاهلهم والعوائلهم نعم اكو مراكز لعلاج المدمنين وموجودة في البلد فيما قلت لكم زميلنا عباس رشيد سوى حلقة كاملة على هذا الموضوع في برنامج في الظل عن موضوع الادمان راح والتقى بالناس وبالمراكز وشفنا كل الموضوع هذا بكل تفاصيله اكو مراكز لعلاج الادمان واتمنى يحيلوهم فعلا يعني مو يثون الموضوع اختيار لا والله سوي جباري رح رح تعالج رح تعالج وذا تعالجت ورجعت لرجدك كمتعاطي فطلعك من السجن اما التاجر لا والله اللي تاجر المخدرات اللي قيد ما اقدر احبسه واغرمه اللي باحا واستفاد بهم بتجارة الممنوعات ارجحهم الحسين يقول نصهم اذا اموا الاغلبية منهم طبعا هذا تعليق مهم حولوهم بالرشاوي والواسطات من تجارة الى تعاطي وهس يطلعوا بعد شهرين يرجع يشتغل بالتجارة المخدرات وتستمرها المهزلة هذا الموضوع مهم جدا نتمنى من احنا بعد منه قبل يعني نعمر وزارة الداخلية الناشط قبل رئاسة الوزراء اتمنى من رئاسة الوزراء من رئيس الوزراء يتابع هذا الموضوع اذا اكو فعلا الناس بالرشاوي تتحول من من متاجرة الى تعاطي وتطلع وبعدين ترجع التاجر هذا هذا يكارثة لازم يتم مراقبة هذا الموضوع هو والله ينسجن ويتحول بالرشوة الى تعاطي لا اذا هو تاجر يتاجر بالمخدرات لا والله ما احاوله وراقب الناس اللي ياخدوا الرشوة واسجنهم وياب نفس الزنزانة طبعا هذا كان اخر تعليق بهذا الموضوع اللي هو موضوع الادمان او مو الادمان القال قبض على عدد كبير من الاشخاص اللي يتاجرون ويتعاطون المخدرات ويدعوا بالسجن موضوعنا الثالث والاخير في فقرة فيس توفيس هو موضوع مضحك ساخر حصل على عدد كبير من اللاعكات والتعليقات وانت شرب صورة كبيرة جدا الصورة اللي امامكم هي جائزة افضل لاعب في الدور الزامبي في افريقيا هذه الصورة هي لجائزة افضل لاعب خمس طبقات بيض وبيض من هذا ابو الخمسة بلف ابو الاربعة بلف انتصار اربعة بلف بالمناسبة اولا هو البيض هاستصاعد بس هاي الجائزة هاي الجائزة يعني انا اتمنى تطبق بالدور العراقي لانو احنا بيض يعني البيض صار غالي يصعد البيض زين فاتمنى يعني هاي الجائزة تصر بالدور العراقي بيض خمس طبقات ما البيض اش بيها يرجع اللاعب احسن لاعب باللعبة جائب لهله خمس طبقات بيض تكفيهم فد شهر مثلا هاي جائزة افضل لاعب في الدور الزامبي اللي نالت عدد كبير من التعليقات الساخرة وايضا كانت اكو تعليقات انه هذا هو واقع الحال بهاي العدد مال خمس خمس طبقات بيض بهذا السعر هاي جائزة يطلع ثلاثين الليل انا اقدر اطلع جائزة بسيطة اسوي لدرع خمس وعشرين الليل فضل الموضوع ما اعرفوا اش قد بعملتهم الدرع او اش قد بعملتهم البيض ولكن اكو ناس يتقل لها كان خطيئة وفقرة وهذا بس هم يجوزعدهم البيض فاتش يقيم هناك يجوزعدهم البيض يرمز الى اشياء معين مبس للأكل فهذا الموضوع انتشر بصورة كبيرة جدا هذه كانت جائزة افضل لاعب في الدور الزامبي خلنشوف الموضوع وتفاصيله وايضا تعليقات الناس تكريم لاعب في الدور الزامبي الممتاز بخمس طبقات بيض لحصوله على افضل لاعب في المباراة وهذا اللي جاي يقدم لي الجائزة واحدين ثلاثة أربعة خمسة نوع وشون بيض من هذا الأحمر زين أصلي هذا البيض زين هذا البيض عريق تسوي تقدر تسوي بيض فرش تقدر تسوي بيض خبط تقدر تسوي بيض عيون تقدر تسوي مخلمة تقدر تطرقها بالخلاط تشربها وهي البروتين وهي السوالف سواء الناس رح تلعبنا في السوال لا لا الناس تشرب بيض أنا شتى تشرب بيض مش تلعب حديث هذا طبيع جدا فهاي الجائزة مثل ما شوفوها قدامكم جائزة حلوة يعني تكريم لائب التعليقات يقول عامر يهم حسن لأن احنا يمطون جهازة تظل لائب كأس سعره خمسة آلاف احسب خمسة فيه ثمانية سعر أربعين ألف أهم أمريق الجهالوية إن شاء الله اليوم رح يمطون الجلال حسن أربع طبقات ليش ليش فاضل يقول للأسف أصبحنا نستهزئ بمعاناة وهموم الآخرين يفترض بنا أن نتعاطف مع هذا الخبر بدل الاستهزاء كونه يدل على حجم المعاناة وترد الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه الشعب الزامبي ثم خلي هذا اليموجي الضائب الجايب نسأل الله أن يفرج عنهم ويرزقهم من أوسع أبوابه إن شاء الله بشاري يقول طبقات البيض في الوقت الحالي أفضل من الكرة الذهبية أحسن أنا أتفق أقبال موضوع اليوم أنا كل أتفق قصي يقول إذا صح الخبر حتى تشعرون بفقر وحاجة الغير أقول لك رحمة الوالدي القصي ليش إحنا ما شعرنا بفقر وحاجة الغير ليش إحنا مو حصار وحارب وداعش ودولاء ليش إحنا ما شعرنا بباية الأمور ليش مو تشننا ناكل محروق الصبع زمن الحصار زمن المقبور وتحمدون الله على كل لحظة على نعمته وستر النعمة والستر اللي ما نشكرها وما نقدرها قصي جوزتها ما تشكر إحنا الحمد لله الحمد لله والشكر وجوزتها الحمد لله وأحنا نحمد الله دائما حافظت يا قصي لا تعمم عن ناس يا قصي بالتعليق Жكو ناس الله يرزقها بألف دينار تحمد الله وتشكري مليون دينار تحمد الله وتشكري ما قوة المال الحمد لله والشكر على كل نعمة من نعم رب العالمين آخر تعليق من نرجس تقول بالنسبة للعراق يفيدنا لأن الطبق عندنا 8000 فعلا يفيدنا هذا كان آخر موضوع في فقرة Face to Face حيث مواضيع الأحداث التي تمتشر بصورة كبيرة جدا المشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة TrendyTube خليكم ويانا لحد يروح بعض يا هلو مرحبا بيكم من جديد أنا باقي براسي عين قطع وعين فراش ويا هلو يا ومرحبا في بضوط الخليج دائما ما كنت أتحدث عن هذا الموضوع وأدعو وزارة الداخلية وجهات المختصة بملاحقة هؤلاء والقاء القبض عليهم دائما يوميا أقول أنه توافع السوشال ميديا اللي جاء يضرون بالمجتمع العراقي لازم تصير أكو مراقبة عليهم توافع التيك توك والإنستجرام والفيسبوك واليوتيوب الحمد لله وشكر أنت مجغول بطوة الخليج رجعت لقيت خبر مفرح وزارة الداخلية قررت ملاحقتهم هذا الفيديو من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تشار بصورة كبيرة جدا خل نشوف الفيديو نرجع نسولف ونشوف التعليقات هذا هو اللي كان دائما أنه إحنا نكرر ونسولف ونحكي به هاي المحتويات الهابطة اللي تطلع بالسوشال ميديا زين؟ الحمد لله وشكر وزارة الداخلية قررت أنه تلاحق هذول التوافع أسميهم هان التوافع اللي يقدمون محتويات بائسة جدا يتأثر بيها بعض الصغار في المجتمع التيك توك واليوتيوب والفيسبوك هذا الفيديو من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية قررت أنه تلاحق كل هؤلاء ومراقبة المحتوى اللي يقدموه للناس بالسوشال ميديا ومعالجة البائس والتافه منه هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا أول شي نشد على آياد وزارة الداخلية بهذا الموضوع لازم هذول اللي يطلعون بالسوشال ميديا يساون فيديوهات ما نزل الله بها من سلطان سقوط أخلاقي غيرها بشغلات تافه جدا أسئلة مدرشلونها لبس مدرشلونه وشفتوا بعض اللبس البائس اللي يطلعون بيه محتوى جدا تافه لازم يتعاقب حتى يصير أيضا عبرة لكل شخص زين بهذا الموضوع طبعا حتى بمصر مصر سووا عليهم حملة كلهم ذولا راحوا بالسجن اللي ينحكمه سنتين واللي ينحكمه ثلاثة سنين واللي يتعاقب اللي درجته وحده تحجبته طلعت توسل بس بس فرجوا عني زين وواحد مدر وين شرد وختل وراح وجابه وخلوه بالسجن ولا يعترون عن ناس يعترون عن ناس توافه سوشال ميديا هاي مو حرية شخصية الحرية الشخصية انه انت متسي للذوق العام هاي اساءل الذوق العام اساءل الناس اساءل المجتمع زين فهذا الموضوع مهم جدا احنا لازم انصلط الضوء عليه لأيام وسنوات واشهر قالوا واحد الناس اطالب دائما بانه يتم القاء القبض عليهم بانه نراقب محتواهم بانه نقدمهم للعدالة اللي قدم محتوى تافه وسلبي وسيء الحمد لله وشكر واخيرا تمت الاستجابة لهذا الموضوع لو معت التيك توك جاءكم الزون طبعا السلبي البائس مو الناس اللي تقدم محتوى حلو لو معت اليوتيوب ايضا والفيسبوك وطبعا بالعكس اكون اضير اكون محتويات حلوة وناس تابعها وتستفاد منها انا واحد من الناس نستفاد منه وان شغلات حلوة تطلع لدى بعض المشاهير زين هذا اللي يطبخ هذا اللي يتصور تصوير حلو هذا اللي يشتغل بالسيارة هذا المدره شنو شغلات حلوة تطلع نفس الوقت اكو شغلات تافه تافه مثل هذا اللي طالع ليه انتو تشوردين منه ليه شو شنو انت وكل تمثيل ياريت له حقيقة يسير للمجتمع وينقل صورة مو حلوة عن الابنية او الولد بالعراق صورة مو حلوة والله شنو مشه التمثيلي انتو تشوردين منه شنو انت منو انت مين مينو خلاك تظهر بس هي السوشال ميديا الحمدلله صارت رقابة على هذا الموضوع تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع خلنشوف التعليقات ماذا كانت جاءكم الزون بعد التو جماعة مدر منه مدر منه سعلوسه وغيره وهذا تظرو عنو بيدي بيدي شكوا فيديو راح ابلغ عليه وادزل وزاك الداخل شكوا فيديو اشوفه قدامي تافه ما الواحد من التافهين مثلكم مرتضة يقول يا الله خطوة موفقة المشكلة مو بس بيهم لا المشكلة بغالبية المجتمع اللي صعدوا ذوله الحثالة بروسهم فعلا اجوا والطلايك بدون ما يدري اجوا وسووا مشاركة اجوا وشاف الفيديو صعدهم تشرب ضياء يقول الله يوفقكم ويقدركم على تخليص المجتمع من هذه النماذج التي تسيء الى الذوق العام وعلى اصالة امر اراقنا الحاضري الذي الحاضري حاضري خاف الحضاري قصدك الذي علم العالم الابجدية واول من صنع العجلة ووضع حجر الاساس لهذا العالم نسأل الله العلي والقدير ان يوفقكم نعم العجلة احنا والمن صنعناها وشفناها بطل تخليج بالفكتاح السومريين والعجلات والاذه والزوارق كل احنا والمن صنعناها الزورق احنا السفن اول حرف بالتاريخ احنا احنا علمنا الناس القراءة والكتابة لازم نفتخر اليوم لازم احنا نفتخر ان احنا بلد الحضارة زين احنا 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 اح وشون تكتب احنا يجيني هسه بهذا العصر كم تافه بالسوشال ميديا يسيء للبلد لا والله اجيبك وخليك بس جنوحات مكمينة ودفع الغرامة خير من الله والحد ما تتوب وتفضنا من هاي المحتوى التافه يا تافهين صادق يقول وزارة الداخلية مسؤولة عن هذا الشي وحق العباسة بلش به فيهم ازيان صفر وسجن سنة وغرامات مالية وشوف منه يسوي هتش بعد فضحونا قدام العالم والله هتشي انا اجباد مال من يسوي هتش بعد هتشي هتش بعد والله العظيم والله زين صفر طب هذا هذا واحد هذا بشعر السمين ماكو هذا اللي يجيبهم ويسألهم انت اتفضل امك عن حبيبتك لو حبيبتك عن امك يا بكونكم شك كنانا اللي اصلت عليك اذبك في السجن ما سويلك شيء اذبك في السجن نحاكمك زين لو يسألهم انت تشردين من نهلك على موت حبيبتك تقول له ايانا اذا اذا بيكبخت عد ليش خلص شانها استانوا كل حلقة بمسويك شسمي بيكبخت مهند يقول جيد ولكن ضرورة اعلان الاسماء والدعاوي المقامة والطلاع عامة الشعب وتتقيفهم فضلا عن تخويف من تسوي له نفسه ان يكون هابطا في مستواه ويصدر سذاجته الى مواقع التواصل اجتماعي انا وياقبها الموضوع لازم نذكر اسماءهم طلحهم للعلن هذا فلان ابن فلان اللي يسويه فيديوات هذا وين باستجن ونحكم هاي القدر يابا شوان ارتاح يرتاح قلبي قلبي يرتاح ابو معتز يقول نتمنى من اجهات المسؤولة الاخذ بعين الاعتبار هذه المحتويات الهابطة التي تؤسس لانحدار المجتمع العراقي الاخلاقي والاطاحة بكل القيم والمبادئ السامية التي اكتسم بها على مر العصور ونحن بدورنا نشد على ايديكم لانهاء ومحاسبة كل من يعبث بسمعة بلدنا ويسعى للنيل من اخلاقه ومبادئه السامية هذا كان اخر تعليق على اول فيديو ظهر وانتشر بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو التوافع التوافع السوشال ميديا الفيديو الثاني خلنشوفه هو بالديوانية خلنشوفه بعدين نسؤوله من الديوانية طبعا الحمد لله على سلامة الناس طبعا هذا صار من خسفة الياء ما عارف بسبب الحمولة ما عارف هو جتش طريق كله تمشي ما بيهاش هي خباطة للمعلومة الخباطة اللي هي يخلون بيها المواد الاسمنتية اللي تبني المحلات البيوت البنايات هذا سابكون كريت هاي خباطة من خسفة فيها القاء مثل ما تشوفوهم وشوف شوف هذا أبو السورمتو بالمناسبة أبو السورمتو دعم واحد أيضا وراء أبو تاكسي الحمدلله هو وليزم بريك مفاجئ وتفادى السقوط بس جا واحد من ورا هم دعمه بس الحمدلله ما صار بهم شي أول شي الحمدلله على سلامة الجميع وإن شاء الله سائق هذه المركبة الخباطة الشاحنة إن شاء الله ما بي شي وهذا الموضوع يعني أتمنى يتم وراقته الشوارع العامة لازم تكون محكمة جدا سيارات كبيرة سيارات نقل حمولة بيها كونكاريت بيها رافعة كل شي تمر من الشوارع العامة لازم هذا الموضوع رائعي صارت خسفة بالقاع يعني ما أعرف خسفة من الطبيعة بسبب أهمال القاع بسبب تقل الحمولة اللي بالسيارة هاية ما أعرف شنو بس الحمد لله والشكر يعني ما صارت شغلات يعني أكثر من هذا وإن شاء الله اللي بالسيارة هذا إن شاء الله سالم غانم ما بي شي هذا الفيديو من الديواني انتشار بصورة كبيرة جدا بالأيام السابقة باليومين اللي مضل مثل ما تشوفون راحت الناس طبعا هل هو الشارع أهان إذا نشوف الفيديو من دقيق بيه من البداية أكو حد فاصل أعتقد هو هذا اللي خسف قبل قبل لا تيجي أو هذا الظلم ما للعامود ما أعرف زين هو الشارع أقول لا أنا عبالي أنا عبالي حد فاصل طلع الظلم والعامود أو داني جبت يعني عدلة يعني أو جبت التايهة يعني مثلا طلع طلع الخيال طلع الخيال ما العامود أنا عبالي هذا حد فاصل بس هلين الصورة قريبة علي هو صلش العامود يمكن لو مغرين التيل كان ما صارت بس تشوفون صورة من بعيد بس ثاني من قريبة أشوفها أشوفها حد فاصل طبعا الحمد لله وشكر إن شاء الله ما بيشي مثل ما قلت لكم خسفة تايقا خلنشوف التعليقات ماذا كانت شنو هذا خادمة فضة شنو هذا الشارع من سفنجلو كارتون والله ما أدري من آل يقول هذه نتائج الغشوة استرق وعدم الأمانة في العمل أرواح الناس وممتلكاتهم أمانة في أعناقكم خالد يقول فلوس الطرق والجسور جاي يجمعون بيهم من الناس ويطلعن إلى الفاسدين ولا شارع بي خير بأغلب المحافظات حسبنا الله نعم الوكيل أما حسن تحسين يقول بسبب أهمال المسؤولين لهذه المحافظة البائسة سوف تنهار كل المدينة خطيئة ديوانية رادلهم قدمات ترى هذا كان آخر تعليق الفيديو اللي جاي على طريق البصرة بغداد ما بين منطقة السماوة الناصرية خلنشوف الفيديو هذا نحن أنا أعديه ويحاجة بهذا الموضوع خلنشوف الفيديو معرف من المسؤول اللي يمشي سريع بهذا الضباط له اللي يعبر الراعي اللي يعبر بطريق دولي طريق دولي هذا يعني يعني ممنوع أحد يمشي بهذا الطريق يمشي ممنوع أحد يوقف بهذا الطريق ممنوع يصير لك ظرف تطبق على صفحة تنزل 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 لأن طريق دولي هذا ما كبري طريق دولي تمشي به الناس تمشي بسرعة أنا راح تلبصنا ممشي مئتين به زين هذا الطريق ما عرف يعني هسا علي من الصوش هسا أنا ذا أريد أريد أخلي الصوش على منه على منه على أبو التريل اللي يجي سريع زين اللي يجي سريع بالضباب هو ضباب تمشي سريع ليه ما أدري لو لو على الراعي اللي يعبرهم طبعا هاي المنطقة هي بها تحذير من تروح يقول لك احذر منطقة كتبان رملية وقبلها يقول لك يعني منطقة عبور إبل يعني يسوي لك بس يعني هذا الموضوع طبيعي على السريع الدولي ما كو هيش موضوع بالعبور تعبر بالمال تك على الطريق ما كو هيش والله العظيم ما كو هيش خلنشوف التعليقات ماذا كانت يعني موضوع ما أعرف يعني شنو الحل ما تتعني شنسوي لك جسر شنسوي لك ما كو يعني خليهن بجهة وحدة وأسكت ليش تعبرن هذا السايد النوب سايدين يعبر جسر باسم يقول من المعاناة التي لا تنتهي هي أهل التريلات في الطرق الخارجي وتهورهم إلا بالصبر وسعة الصدر كان على الراحة أن يتجنب الطريق أثناء الضباط عامر يقول الطرق الخارجي السريع بين المحافظات تنقص النارة والأسجة التي تمنع انتقال الحيوانات بين جانبي الطريق الله يكون في عون صاحب الجمال وسائق الشاحنة محمد يقول هم اللي جاي يصورون عينهم بالمكان الله يستر أي صدق هم ذول اللي جاي يصورون بالبداية شفته مش لون وهم كيفين و شوف لون شقيت هم ذول هم اللي حزدون هم ذول ما شاء الله أنكم شنونتوا التريلات راحك التشارجرات راحك العبل راحك آخر تعليق ومحمد يقول أبو الترأي لما لذنب ورجال يمشي بطريقة التقصير من الراعي يمشي على الطريق السيارات والضباب أكيد ما ينشاف سامرة تقول سريع بنصها الضباب إلا ذا أكو خلل بالسيارة والراعي هم متسبب يبقى تلينش عندهم سربتهم بالضباب على الطريق الدولي مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لها سامرة حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة أقولكم كم ألا ترجمة نانسي قنقر